تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وشرف رئيس مجلس الوزراء غدا على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة هذا وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغدائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج يأتي ذلك عكاسا لنجاح الإجراءات المتخدة من الدولة خلال الفترة السابقة وتسهم في توفير السلع بالأسواق وتحقق توازن وانضباطا للأسعار ترجمة نانسي قنقر